اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال أصعد الله مساءكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم سادت أجواء باردة وانتشرت كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة للارتفاع والتي عملت على طول زخات محدودة وعشوائية من الأمطار خلال الساعات القادمة تحديدا خلال ساعات الليل المتأخر من ليل الخميس على الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية يعمل على عودة زخات الأمطار انخفاض في درجة الحرارة وأيضا نشاط في سرعة الرياح سنستعر تفاصيل هذا المنخفض الجوي خلال هذه النشرة لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا باستعراض لسؤال الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم حيث انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة والعالية في سماء المملكة اندفعت من شرق البحر بالمتوسط متجاه المملكة ضمن تيارات غربية النشطة لكن لاحظوا إلى الجنوب من اليونان تندفع كميات من الغيوم هي عبارة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة جديدة في طبقات الجو العالية سرعا ما ستتحرك هذه الغيوم باتجاه الشرق ليتشكل منخفض جوي فوق جزيرة قبرص خلال ساعة ليلة الخميسة للشمعة يترافق هذا المنخفض الجوي بجبع هوائية باردة وماطرة تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال ساعة الليلة المتأخر من ليلة الخميسة للجمعة وخلال ساعة صباح اليوم الجمعة ويبدأ تأثيراته أيضا على باقي مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الجمعة تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي نستعرضه في هذا التصميم حيث المنخفض الجوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية ويبدأ من صباح يوم الجمعة ويستمر حتى ليل الجمعة على السبت كمية الأمطار متوقعة من 10 إلى 15 25 مليمتر سرعة الرياح أو سرعة حبات الرياح تكون 70 كم في الساعة ربما تتعدى هذا الرقم في بعض الأجزاء من القمم الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية عدد المناطق المشمولة ستكون المنطقة الشمالية والوسطى وإجزاء من المنطقة الجنوبية مدى التأثير ستكون سريعة حوالي 15 ساعة فقط درجة الحرارة ستكون منخفضة بين 3 درجات و 12 درجة مئوية أما فرصة الثلوج لا يوجد فرصة للثلوج نستعرض الآن هذه الخرارة لتوزيع الأمطار المتوقع من يوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس أو مساء يوم الخميس تبدأ تتشكل هذه الجبهة الهوائية الماطرة هي كنتيجة لبدأ تشكل هذا المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص تتحرك هذه الجبهة تدريجيا باتجاه المملكة خلال ساعة الليلة المتأخرة والصباح باكر من يوم الجمعة تبدأ تأثيرته على المنطقة الشمالية ثم تدريجيا خلال ساعات الصباح المتأخر تصل هذه الجبهة للمنطقة الوسطى وإجزاء من المنطقة الجنوبية تبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجوي خلال ساعات نهار يوم الجمعة لكن اعتبارا من مساء يوم الجمعة تبدأ تتراجع فرص الأمطار مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي عن المملكة لكن تبقى الفرصة واردة لهطوزخات محدودة وضيقة النطاقات خلال ساعات ليل الجمعة على السبت لكن الأجواء بالمجمل ستكون صافية ويتشكل السقيع خلال ليل الجمعة على السبت بفعل الانخفاض الكبير على درجات الحرارة نذاب الآن وياكمنا العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقص غالبا صافي 7 درجات مئويا ملموس 6 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة لمعتدلة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الجمعة تتأثر المملكة عموما نطق المملكة بمنخفض الجوي من الدرجة الثانية فرصة لزخات من الأمطار 11 درجة مئوية كحرار وعظمى أمن الصغر 5 درجات يوم السبت تميل الأجوال للاستقرار 11 درجة مئوية أمن الصغر 5 درجات يوم الأحد 14 إلى 7 درجات ما تفرق لبعض الغيوم إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال ترجمة نانسي قنقر